من بغداد معي داود السعد الخبير الأمني والعسكري سيد داود مساء الخير إذن داعش لا يستفني أي دولة ولا يعني دائما وعلى الفور يعلن مسؤوليته لماذا الكرادة من جديد الآن بعد الهجوم الأكثر دموية كان بتموز يعني حقيقة المنطقة الكرادة هي من المنطق المهمة جدا هي تقع عند محيط المنطقات الخضراء يوجد فيها عدد كبير من المسؤولين الانفجار الذي حصل حوالي الساعة الواحدة فجرا يعني كان بشكل مفاجئ جدا هو يقع بالقرب من أحد محطات تأبئة الوقود ومكان لبيع المثلجات يعتبر الأهم في العاصمة العراقية بغدادية يرتاد العديد من المواطنين منطقة الكرادة هي واحدة من منطقتين أو ثلاثة في العاصمة العراقية تبقى فيها المحلات مفتوحة إلى ساعة متأثرة يوميا يعني ليس في شهر رمضان فقط هناك ثلاث مناطق في بغداد المعروفية الكرادة والمنصور وشارع فلسطين هي المناطق الوحيدة التي توجد فيها حركة المواطنين أما بقية مناطق العاصمة فأغلبها تغلق عند الساعة الثانية عشر يعني قبل الثانية عشر منتصف الليل منطقة الكرادة شائدت أكثر من انفجار حقيقة هذا الانفجار الذي حصل في الساعة الواحدة فجرا تبقى انفجار آخر في الساعة الثامنة والنصف تقريبا استهدف منطقة أيضا حيوية راح ضحيته أكثر من ثلاثين إلى أربعين شخص بالقرب من منطقة المنطقة التي تضم دائرة التقاعد العامة ووزارة الثقافة العراقية يعني منذ الأربعة وعشرين ساعة الماضية شهدت عدة انفجارات أعتقد أن تنظيم دائش يحاول بهذه التفجيرات إبعاد أو ربما تخريض الضغط الذي يحصل في مدينة الموصل في الجانب الأيمن من مدينة الموصل يحاول تجريد خلاياها النائمة نعم هل ممكن أن ينجح في هذا يعني مع أنه وما دور القوات العراقية نتحدث بالعام الماضي عن إقالة مركز عمليات بغداد ما الدور الذي كان يجب أن تلعبه هذه القوات قوات الأمن حتى لو في بغداد بعيدا عن الاشتباكات المتواصل والمعركة الأهم اليوم بالموصل اليوم الوضع يختلف بشكل كبير عما حصلت العام الماضي أو الذي قبله اليوم القوات الأمنية أكثر تدريبا القوات الأمنية أفضل تمكنت من تطويق تنظيم دائش في أحياة قليلة في أيمن الموصل وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الأمور لن تؤثر بشكل كبير وإن كان فيها ضحايا ماذا عن الأمس بغداد العراقيين بدأوا يعون بأنهم يجب أن يقفوا جميعا أنا أعتقد اليوم أن الوضع الاستخباراتي أفضل بكثير وإن كانت هناك تفجيرات القوات الأمنية تمكنت من تطويق بعض المناطق والقال القبض على بعض الخلايا النائمة أنا أعتقد أن أيام المقبلة ستكون أفضل ولن ينجح تنظيم داعش في هذه الستراتيجية التي يعتمد عليها لتخفيف الضغط عليه في أيمن الموصل أنا أشكرك جزيلا من بغداد داود السعد الخبير الأمني والعسكري ترجمة نانسي قنقر